نشوة هي إحدى المشاركات في مهرجان عدن التراثية الثقافية الترفيهي وهي ليست المرة الأولى التي تعرض فيها أعمالها اليدوية من حريين وإكسوارات فهي تتخذ من فعاليات كهذه وسيرة لنشر موهبتها في الصناعة اليدوية للمجوهرات غير أن نشوة تشكو عدم اهتمام الجهات المعنية بالأسار المنتجة وإهمال توفير وسائل المساعدة لهم وخاصة للمرأة للأسف الدولة مش قاسة ساعدنا بأي شيء بالعكس الدولة ضدنا نحن كلما نحاول نخطي ونكسر الحاقس فياتب لي أننا ألف باب وتوقفنا ولكن نحن نحاول ندق أكثر من باب عشان يوفروا لنا مثلا محلات ما فيش الإيقارات أنا كانت أدور واحدة منهم كانت أدور إيقار إيقار يقول لك مثلا ب700-800 دولار ويشتيحك 6-80 شهور ونتعرف الآن دولار كيف مرتفع ودولار مش مستقر مهرجان عدن التراثي الثقافي الترفيهي الذي أقيم في حديقة فانسيتي بمديريات صيرة احتضن العديد من الفعاليات وكان للرسم مساحة جديرة بالفعالية خاصة أن جميع هذه اللوحات هي ثمرة إبداع العديد من الفنانين التشكيليين من أبناء العاصمة المؤقتة عدن بالإضافة إلى الرسم تضمن المهرجان العديد من الألعاب التقليدية والموروثات الشعبية ما خلق مساحة من البهجة والسرور في نفوس مواطنين عدن هي دائما متحدية لكافة الأشكاليات المشاكل والصعوبات التي تواجهها سنويا ولكن نتفاجأ بشكل سنوي أن نجد الشباب يقدموا شيء كبير الناس متسمين وفرحانين وفي هذا بيضل هذه الظروف التي نواجهها في البلاد إلى أن الناس تبتسم وإلى أن الناس تضحك على الرغم من كل ما تمر به العاصمة المؤقتة عدن من اختلالات أمنية وتراجع في الخدمات إلا أنها لا تزال تقيم الأنشطة الثقافية والمهرجانات الاحتفائية في إشارة إلى التغلب على معوقات الحياة ومقاومة الظروف الصعبة حتى يتسنى للناس العيش بسلام ومجددا يحتفلوا ابناء مدينة عدن بمهرجان عدن الترافي الثقافي الترفيمي جاءوا مختلف المديريات لحضور هذا المهرجان الذي احتضن العديد من الفقرات والأوحات الفنية والموروثات الشعبية السعادة والسرور تخيم على المكان وإذا كنتم اليوم معنا ستشعرون بحجم السعادة التي تتجول في الأرجاء حني جمال بالطيس عدن